اهلا وسهلا اعزائي المتابعين في حلقة جديدة هنتكلم فيها على الحفاظ على المرارة واهميتها وكيفية الاهتمام بها الحفاظ على المرارة يعني التمتع بعمليات هضم جيدة فهذا الامر ينعكس بشكل ايجابي على الجهاز الهضمي ككل تعالوا مع بعض نتعرف على اهم النصائح وهل فكرت من قبل بصحة المرارة وهل قمت بإعطاءها الاهتمام اللازم من الناحية الغذائية ان لم تفعل ذلك قد تغير رأيك بعد هذا الفيديو واللي هنذكر فيه طرق الحفاظ على المرارة اول حاجة هنتكلم عنها اهمية الحفاظ على المرارة تعد المرارة عدو من اعضاء الجهاز الهضمي والتي تعمل على جمع وتخزين العصار الصفراء من الكبد وقد تفكر ان وظيفة المرارة ليس بالاهمية الكبرى ولكنها على العكس ذلك بالتأكيد فالعصار الصفراء مهمة جدا وتلعب دورا كبيرا في مساعدة الجسد في هضم الدهون وبالتالي الحفاظ على المرارة يعد عاملا أساسيا في الحفاظ على عملية الهضم بالشكل السليم وتجنب الإصابة بكل من حصل المرارة والسرطان نظامك الغذائي يؤثر مباشرة على صحة المرارة لديك نظرا للدور الذي تلعبه في عملية الهضم فجمع المرارة للعصار الصفراء وتخزينها وإضافتها للطعام أثناء عبوره في الأمعاء بيساعد في عملية تكسير الدهون وهضمها بسبب هذا الدور أنت لا تريد الإصابة بحصل المرارة الذي يتكون نتيجة ارتفاع مستوى الكوليسترول بشكل كبير وعند تكوين الحصوات من الممكن أن تسد اتصال المرارة مع الأمعاء الدقيقة مما يؤثر على عملية الهضم وخروج العصار الصفراء خارج المرارة في بعض الحالات يكون من السعب التخلص من حصل المرارة وبذلك يضطر المصاب الخضوع لجراحة واستقصال المرارة كليا وعند استصال المرارة لما يتوقف عمل الهضم فالكبد يستمر في إنتاج الكمية اللازمة من العصار الصفراء لإتمام عملية الهضم وينسح للطباء في هذه الحالة بالتقليل من كمية الدهون في الأمع هنتكلم كمان عن الحفاظ على المرارة من خلال اتباع نظام غذائي تناول بعض الأطعمة والمشروبات اللي بتساعد في الحفاظ على المرارة ويعمل بشكل خاص على تقليل الجهد عن هذا العضو الهام كميات كافية من الخضروات والفواكه ويهدف ذلك الحصول على المعادن والفيتامينات الهمة للجس الأطعمة البروتينية الخالية من الدهون لإن الدهون تزيد من العب على المرارة فلابد من التركيز على تناول البروتين الخالي من الدهون قدر المستطاع زي الدجاج والأسماك والخضروات والأطعمة الغنية بالألياف لإن الألياف تلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة جهاز الهضم ككل كما أنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول من الزمن وتغزي البكتيريا النافعة في المعدة الأطعمة الغنية بالدهون والمفيدة مثل الأوميجا سري فهي تقلل من خطر الإصابة المرارة بالمشاكل الصحية المختلفة الأهوة شرب الأهوة باعتدال يساعد على الحفاظ على المرارة ودورها الوظيفة بشكل جيد الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم وذلك يدعم صحة المرارة ويحافظ عليها يتواجد الكالسيوم في الخضروات الورقية الخضراء بكسرة مثل البروكلي الأطعمة الغنية بفيتامين جيم فالأشخاص الذين يتمتعون بمستويات عالية من فيتامين جيم يواجهون مشاكل أقل في المرارة مقارنة بغيرهم من لديهم مستويات منقافضة من فيتامين جيم الابتعاد عن بعض الأطعمة وفي الجزء الأول ركزنا على ضرورة تناول أنواع معينة من الأطعمة دلوقتي هنذكر الأغذية التي يجب التقليل من تناولها من أجل الحفاظ على المرارة وسلامتها العطعمة الغنية بالكاربوهايدرات المكررة وعلى الرغم من أن الكاربوهايدرات مبتشكل جزءا كبيرا من طعمنا إلا أن المكررة ترفع خطر إصابة المرارة بالكثير من المشاكل الصحية والإضطرابات زي الدهون الزائدة والتركيز على تناول الدهون بكميات كبيرة من شعر إصابة المرارة بالإجهاد نتيجة العمل المضاعف لهضم الدهون لذلك ينسح بالتقليل منها نصائح هامة جدا من أجل الحفاظ على المرارة يوجد عدة إجراءات يجب على الأشخاص اتباعها للحفاظ على صحة وسلامة المرارة وهي الحفاظ على وزن طبيعي بعيدا عن السنة والتي تعد من أحد العوامل الخطر لإصابة من مشاكل في المرارة تجنب خسارة الوزن الكثيرة والسريعة فهذا الأمر يتطلب عملا إضافيا في الكبد والمرارة والأمر الذي يصيبهم بالإجهاد ومشاكل مختلفة الابتعاد عن مسببات الحساسية وبالأخصة التي تتسبب لحساسية الطعام والإقلاع عن التدخين الحفاظ على المرارة سيساعد في الحفاظ على صحة جيدة للجهاز الهضمي ككل ويبعد عن الجسم المشاكل المرتبطة قدر المستطاع فلا يجب إهمال هذا العضو الصغير الأطعمة التي تتسبب في التهابات المرارة يعد التهاب المرارة من المشكلات الشعاع التي يتعرض لها الإنسان هنتعرف مع بعض على بعض الأطعمة التي تتسبب في التهابات المرارة وإيه الغذاء الصحي المناسب لها هناك بعض الأطعمة التي تلحق الدرر بالمرارة وتسبب التهابا والتي يجب تجنبها أو تناولها بكميات قليلة من قبل الأشخاص الأصحاء لحماية المرارة وأول حاجة هنتكلم عنها الكربوهيدرات المكررة وتعد الكربوهايدرات جزءا من الغذاء اليوم الذي نتناول وتعد الكربوهايدرات غير المكررة زي الشفان والحبوب الكاملة من الأغذية المهمة والأساسية لكن الكربوهايدرات المكررة تزيد من مشكلات المرارة حيث أن تناول 40 جرام أو أكثر من السكر يوميا يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المرارة إلى الضعف تعالوا نشوفوا مع بعض أنواع محددة من الكربوهايدرات المكررة التي يجب تجنبها أو تخفيف استهلاكها لتفادي التهاب المرارة وأشهرها السكر والحلويات الدين أبيض والحبوب المكررة الحلويات المعدة مسبقا مثل الكوكيز والكيك والشكولاتة الدهون غير الصحية التي تحتوي على دهون مشبعة غير صحية وتعد من الأكل التي يتسبب في التهابات المرارة اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة ومشتقات الألبان كاملة الدسم الأكل المقلي والوجبات السريعة والسلطات والمقبوزات الجهزة والحلويات والشكولاتة طرق الوقاية من التهابات المرارة اتباع نظام غزائي صحي وذلك عن طريق الابتعاد عن خيارات الأكل التي تسبب التهابات المرارة وبيساعد النظام الصحي على الوقاية من التهابات المرارة لاحتواءه على الخضروات والفواكه والحبوب واللحوم الصحية والابتعاد عن الدهون التي ترفع الكوليسترول مارسة الرياضة لأن اللعب الرياضة يساعد على تقليل الكوليسترول الذي له دورا رئيسيا في تكوين حصى المرارة والتي تعد أهم مسببات التهابات المرارة خسارة الوزن بشكل بطيء على أن لا يتجاوز 1 كيلو جرام في الأسبوع حيث يزيد خسارة الوزن السريع من فرصة تكوين حصى المرارة تجنب نسيان أحد الوجبات لأن المرارة تفرز العصارة الصفراء للمساعدة في عملية الهضم وعدم تناول أحد الوجبات الرئيسية يجعل العصارة تتراكم في المرارة وتسبب التهابا تناول كمية كافية من الماء لأنه يساعد في تفريغ المرارة وتقليل من ترسب العصارة الصفراء فيها ويمنع تكوين حصوات المرارة وتنظيف الأمعاء وينظم عمل إنزيمات الكبد بيعالج الإمساك وهو نبات آمن ومفيد جدا للصحة العامة وخاصة لكبار السن والأطفال فهو حلو المزاق كما أنه يدخل في صناعة الكورنفليكس ثلاث مشروبات طبيعية للدعم ساحة الكلة والأخيرة مفيدة جدا حتى في حالات القصور الكلوي رقم واحد البقدونس من أفضل النباتات اللي بتقلل الضغوط على الكلة لأنها بتخلص الجسم من السموم وبتساهم في التخلص من السوائل المحمل بنغل الميا وبعد الغليان بنسيبها تهدأ وبعد كده بنحطه فيها البقدونس وننقعه لمدة عشر دقايق وبعد كده بنشربه شاي البقدونس تاني حاجة جزور الهندباء أو أوراق الهندباء جزور الهندباء موجودة عند العطارين وتعتبر مضر طبيعي للبور غير إنها غنية جدا بالبوتاسيوم اللي هو يعتبر أهم وأحد المعادن لصحة الكلة جزور الهندباء المجففة بنشربها زي الشاي أما أوراق الهندباء بنضيفها إلى الصلطة كمان معانا تالت حاجة القتاد السيني وده أفضل عجبة لتحسين وظائف الكلة وتخفيف أعراض القصور الكلوي بيجي عبارة عن عجبة مجففة بنطحنها وبندف منها معلقة للميا المغلية وبنشربها زي الشاي وده كل ما كان لدينا اليوم وشكرا على حسن المتابعة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد ومعلومة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته